دكر بط جيزة أحسن لاعب في المباراة يعني لا تقولي دولارات تركي ولا شارة إمام عشور هو بكر البط مفيش غيره ونيو كاثل الأشراف هيقابل روما البياضة وليفربول وبرشلونة في الأسر الدورات الرمضانية في مصر حاجة تانية ستهم سمع لدرجة أنه وصل لأندية الدوري الإنجليزي وكلوب وتشافي هيرنانديز قاعدين بيتفر رجوع على الليفات بتاعتها دورات المصريين وصلت للعالمية يا ترى إيه الحكاية؟ عملوها أهل الدأهلية وخلوا الصحف الأجنبية تتكلم عنهم وتقول أشعار في المصريين ودمهم الخفيف دورة رمضانية اتعملت في قرية ليث السبع في الدأهلية ستها سمع لدرجة أنه وصل لأوروبا والصحف البريطانية بقت بتتكلم عنها وكله بسبب ذكر البط معروف أن المصريين من زمان من ضمن تقصهم في شهر رمضان الدورات الرمضانية اللي بتتعمل في كل قرية ومركز وبتكون فيها جوائز قيمة يعني بوتجازم، مايكرويف، تلاجة، فلوس، حاجة من دي لكن اللي عملوه السنادي في الدأهلية كان خارج عن المألوف وفكرة برى الصندوق زي ما بيقولوا خدوا بيها اللقطة وطلعوا تريند وهي أنهم عملوا جايزة أحسن لاعب في الدورة داكارباط أوالله داكارباط انت عارف داكارباط النهار دا بكام؟ انتشرت خلال الساعات اللي فاتت صور من احتفال الدورة الرمضانية في الدأهلية وهم بيكرموا أحسن لاعب في المباراة وبيتدولوا داكارباط بس كان باين عليه متزغط كويس الصور دي لفت السوشيال ميديا كلها وبقت تريند لدرجة أن ناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي علق عليها وقال الله على خف الدم المصريين وقال كمان أن صحفي صاحبه في صحيفة الجارديان البريطانية ناوي ياخد صورة ويعملها غلاف للمجلة مش بس كده دا الناس بدأت تعمل مقارنة بين جايزة أحسن لاعب اللي خدها إمام عشور ابن الدأهلية ثم مطش نهاية الكاس وهي خمسين ألف دولار وذكر البط اللي خده أحسن لاعب في الدورة الرمضانية والحد هنا ما انتهدش نكة المصريين في الشهر الكريم لا خلصنا من دور الدكر البط في الدأهلية لقينا دوري أبطالنا اللي تعمله حفل افتتاح خمس نجوم وكان ناقص يجيبوا عمر دياب يغني فيه وصرفوا وكلفوا وجابوا ديباندا وأنوار وديجي والصرف كان باين دا غير شروط الانضمام للدوري واللي أهمها إن كل فريق يلبس طاقم زي بعض في محاولة كده إنهم يخلوا شبه دوري أبطال أوروبا والحكام اللي جايين من محافظة تانية يعني شغل فاخر من الآخر الدوري لامم عتولة فرق الصعيد برشلونة الأقصر ونيوكاسر الأشرف وروم البيضة وغيرها من الفرق اللي أسمائها سماعت مع الناس لدرجة إن شافي هيرناندز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني وصلوا الموضوع وبقى مهتم إنه يتابع الليفات اللي بتطلع من مباريات دوري أبطال إنا علشان يشوف مين اللعيبة اللي بيلعبوا في برشلونة الأقصر دون يمكن يطلع بلاعب فروت كده يضم الفريق اشتركوا في القناة